اشتركوا في القناة النسبة الخلطة عندي كوب من اللبن الرائبة او الزبادي نصف كوب من الطحين وضيف ملعقة من النشا او الكورنفلاور وكمان ملعقتين من الخل الابيض ملعقة صغيرة ونصف ملح فينا نضيف بهارات الكريسبي الجاهزة تقريبا ملعقة طعام ونصف لهاي الكمية او انو نضيف نصف ملعقة من كزبرة زنجبين ملعقة من البابريكا او الشطة ملعقة من بوترة التوم بوترة البصر ربع ملعقة من الكاري وكمان من الهيل ونصف ملعقة في الفو الابيض واذا متوفرة بهارات الكريسبي انا هون رح اضيف ملعقة صغيرة مليانة من بهارات الكريسبي الجاهزة اذا اذا متوفرة بهارات الكريسبي منضيف ملعقة طعام ونصف انا بيما انو ما كترت كتير من ديك الكمية ضفت بهارات الكريسبي ملعقة صغيرة مليانة منخلط كتير منيح وبعدين من منصب الخلطة فوق قطع الدجاج هاي الخلطة او التدبيلي منعملها قبل بثلاث ساعات على الاقل انا هون عم بعملها قبل بيوم بالسهرة وهيك افضل تاني يوم بتكون جاهز اللحمة شي انه منتبله بالطحين ومنقليه اذا بخلطهم كتير منيح بالملعقة وبغطيهم بالنالون الغذائي وبحطهم بالبرات بالنسبة لتتبيلت الطحين تاني يوم بالنسبة للبهارات فين نضيف كمان بهارات الكريسبي جاهزة ملعقة الطعام ونضف لها كمان ملح ونشع للطحين او انه منضيف في اكتر من الخيار فين نضيف بودرة التوم بودرة البصل وكمان فلفل ابيض او انا راح ضيف فلفل ابيض وماجي خضار وكمان ملعقة صغيرة من بودرة الكريسبي او بهارات الكريسبي هون عندي اذا كوبين من الطحين راح ضيف ملعقتين من النشا كورنفلاور من شان الارشي ضروري نصف ملعقة صغيرة ملح فلفل ابيض نصف ملعقة صغيرة وماجي بودرة الماجي خضار ملعقة صغيرة ورح ضيف ملعقة صغيرة من ابهارات الكريسبي الجاهزة بخلطهم كتير منيح نصف ملعقة صغيرة او نصف ملعقة صغيرة او نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودرة بس انا ما ضفت يعني ما حسيتها كتير ضرورية وهلا بنجيب قطع اللحمة وبننشكون بهدول السياخ الخاصة بالخشب طبع الشيش بدنا نكشكش ونتكشكش بتشوفون مندخلوا بشكل زكزاك وبعدين منرشوا بالاضحين اذا منطلرون من الخلطة ومنشكون بالاسياخ وبعدين منغبرون بالاضحين كتير منيح شافين ما منحاول نبعدون عراس السيخ منقربون عالطرف السيخ منشان يحكمون الزيت لما نحطون بدولة القهوة او ركوة القهوة شان يكون الزيت يعني اللحمة واصلة كل الزيت القلي اذا شافين كيف مندخلها بشكل زكزاك او ملعقة كشكش بنحاول نرجع نتبلب شوي من الخلطة لانو احنا عم نشكها بجوز طن عصر ويروح شوي من الخلطة بنرجع هيك منحت شوي تخلطة عليها وبعدين منرشوا بالاضحين كتير منيح من كل الجهات حتى بالزوايا حلاوتها هاي طريقة طريقة الدولت القهوي انو الحرارة بتجي بشكل متجانس على كل قطعة اللحمية من كل الجهات يعني ما في داعي نقلبهم عن الجهة تانية او شي بيطلعوا هيك لون واحد موحد من كل الجهات بالركوة وكل ما كانت الركوة قبيلة يعني كل ما صار الشغل الاسهل منحطهم على العين الصغيرة شايفين وبس ما بزعفة يعني نار وسط عمليا يفضل نحط بالركوة فقط نصة لانو لسه بدو يرتفع الزيت لما نحط السياخ اللحمية ولما تفور يعني منحط قطع اللحمية لما يفور الزيت بينكب فهي حلاوتها يعني بتخفف من استهلاك الزيت يعني قصدي ما منحتاج كمية زيت كبيرة مثل ما نقلي بالطنجرة اذا شافين كل مكانة الركوة واسعة كل مكان افضل بتسع وقتها اربعة او خمس سياخ بس انا هون عم تسع ثلاث سياخ فقط بس حلاوتهم انو ما بياخد وقت من خليهم بشكل مائل بالركوة هيك بيوصل الزيت لكل اللحمة شافين؟ وما بتاخد يعني كل قلي دقيقتين هون لانو الزيت بيجي من كل الاطراف يعني الحرارة بتجي عالسيخ من كل الجهات فبيطلع اللون موحد كتير حلو دهبي بياخد العقل منظرون ودغري بيستوه بيستوه بشكل مرتب يعني ما انو جهة اكتر من جهة شافين اذا كيف منشكون شكون هيك بشكل مزكزك او مكشكش وما من بعدن عن طرف السيخ خليني قراب كتير لطرف السيخ ولما ينقصلنا شوي من التبلي منرجع هيك منضيف شوي التبلي علي القطعة اخر شي واخر شي من الرشن كتير منيحبط طحين انا حبيت اعمل نصم بالمقلاي ونصم بالركوة ونشوف الفرق الفرق باللون بصراحة اللون اللي عالسيخ احلى لونن موحد من كل الجهات لونن كتير كتير حلو ده بيجنين ومستويات كتير بشكل كتير منيح وهدوك مستويين اللي قلي كمان بس هيك اول شي اذا في اطفال مثلا كتير بيحبوا هاي القصاص وهيك منظرن كتير حلو على الماء دي هيك بالصحن شافين ما احلى هون لونن عن جد بياخذ العقل وكمية الزيت يعني اذا واحد هيك هي رايقة ست بيت رايقة وما وراها شي اخلاقها فاضية خرج تعمل هيك قصة انو بدت شوية طول تبال يعني ما بياخدوا وقت كتير كل قلي شي دقيقتين بس اللي مستعجلي يعني هيك انو بدت الشغل تعال سريع لا بدت تقليون قلي بس هيك هاي طريقة جديدة حلوة انا عجبتني انو اللون تبعا انو بيطلع كتير حلو بيطلعوا كتير مستويات وكتير منظرون مرتب وتغيير شكل يعني اذا دغري من شيلون مطحين شايفين انا ما حطتهم بوعاء ثالث خليتهم بطحين اخر شي بشيلون بنفضهم من الطحين و بحطهم بالزيت وهلا بنسبة القطع الكبيري او السميكة اللي صعب نحطها بالرقوة مثلا بحطها بالزيت انا قليت بطاطا هون بالاول وبعدين بقلي القطع الكبيري على كل جهة بياخدوش دقيقتين مو اكتر وهيك صارت وصفتنا جاهسة شوفوا ما احلان هدول تبع السيخو والقطع الثاني شسموها صوت القرشي من الداخل كتير طريق طريق اللحمي لانو الخلطة فيها لبان وفيها خل انا بحب هاي الخلطة كتير انا بعمل كتير يعني كريسبي بعدة انواع من الخلطة بس بحب الخلطة اللي فيها لبان ما تنسوني من لايكاتكن احبائي الى اللقاء